أكد رئيسها الوزراء دكتور مصطفى مدبولي بأن إطلاق أول استراتيجية مصرية وطنية لحقوق الإنسان هي خطوة فارقة لترسيخ المفهوم الشامل لحقوق الإنسان بتكامل مع المسارى التنموي لترسيخ مبادئ الجمهورية القديدة وخلال ترأسه الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أكد مدبولي بأن الحكومة ستبذل والمزيد من القهد لتنفيذ كافة محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومعلنا تشكيل مجموعة عمل الإشراف على تنفيذها هذا ونوها مدبولي خلال الاجتماع بفعليات إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021 ومؤكدا أن هذه تعد خطوة مهمة للتواصل مع المؤسسات الدولية من أجل تقييم المناحي المختلفة كما أشار مدبولي إلى عقد النسخة الأولى من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الانمئي في ظل ظروف استثنائية تواجه العالم قراء أزمة كورونا كما تطرق رئيس والوزراء خلال هذا الاجتماع إلى نتائج الزيارة الميدانية والتي قام بها إلى محافظة القليبية من أجل متابعة المشروعات والتي يتم تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة ترجمة نانسي قنقر